تعالوا كده ناخد بقى النتائج والجولات السابقة والقادمة والدوري الانجليزي وكالعادة من البداية البداية زي ما حضراتكم عارفين من الدوري الانجليزي ونتائج الجولة السابقة من الدوري الانجليزي نيو كاسل ينايتد بيتعادل مع منشستر سيتي وشيلسي بيخسر من وستهام وليفر بول بيفوز على برايتن 2-1 في مباراة اعتقد انها مباراة فرق كتير جدا مع فريق ليفر بول وفريق السيتي علشان وسعت الفرق 11 نقطة لكن توتنهام بيفوز الفوز الثاني على التوالي في عهد مورينيو 3-2 وبورنموث هو الضحية في هذه المباراة منشستر ينايتد بيتعادل مع هاستون فيلا 2-2 في مباراة الينايتد خسر فيها اكيد نقطة مهمين جدا هتبعدوا اكتر عن التوب فور والمراكز المؤهلة الى دوري الابطال وكمان يفقد الثقة بعض الشيء في مشواره القادم في الدولة الانجليزية وفي اليوروباليك لسه سيتي بيقدم موسم اكثر من رائع وفوز قوي ومهمة امام ايفرتون بنتيجة 2-1 وقت القاتل طبعا قدر ان فريق لسر يحسم التقلق بيرنلي والسيتي في اول مباراة في الجولة القادمة اللي هتكون بكرة بكرة وبعد يا جماعة ان شاء الله فيه مطشاط مهمة جدا جدا في الدوري الانجليزي البداية من الساعة عشر وربع بكرة بتوقيت القاهرة بيرنلي مع منشستر سيتي يوم الاربع هتستكمل باقي اللقاءات ولقاء مهم جدا غير تشيلسي واسطن فيلا تريزي جي امام لامبارد الساعة 9.30 بتوقيت القاهرة يوم الاربع منشستر ينايتد هيستقبل الضيف القديم الضيف اللي هيعود الى ملعب الاولد ترافورد مورينيو جزي مورينيو مع تاتنا موت سبيرز المدير الفني الحالي هل مورينيو هينتقم ولا مورينيو هيخضع للجمهور اليونايتد وما يحققش المتيجة يا جباية لسه في نفس التوقيت برضو مباراة لستر وواتفورد وايضا ليفر بول وديربي الميرسي سايد مقاطعة الميرسي سايد وهنتكلم عليها والساعة عشر وربع عشر وربع ايفرتون وليفر بول او ليفر بول وايفرتون زي ما حضراتكم عارفين ان ديربي الميرسي سايد بيكون لي طعم مختلف في هذه المقاطعة يلا نروح لجدول طيب قائمة هدفين الدوري الانجليزي جيمي فاردي لستر سيتي 13 هدف اوباميانج ارسنال 10 اهداف وتامي ابراهام 10 اهداف وسيرجيو ايجويرو منشستر سيتي 9 اهداف رحيم ستيرلينج منشستر سيتي 8 اهداف وساديو ماني ليفر بول 8 اهداف محمد صلاح عايزين يشد حلو شوية علشان يكون موجود مع هدافي الدوري الانجليزي علشان ينافس على اللقب التالت لي ان شاء الله على التوالي ترتيب الدوري الانجليزي ليفر بول في المقدمة من غير ما نشوف 40 نقطة ليستر سيتي 32 نقطة بعد فوزه على ايفيرتوم بيصعد الى المركز الثاني ويزيح منشستر سيتي في المركز الثالث بتسعة وعشرين نقطة وتشيلسي في المركز الرابع 26 نقطة وتوتنهام هوت سبيرز 20 نقطة الدوري الاسباني والمواجهات السابقة دي بورتيفو علافش بيخسر 1-2 من ريال مدريد فالينسيا وفوز مهم على فيا ريال 2-1 بعد خسارة في دوري الابطال امام شلسي إشبيلية بيفوز 1-0 على ليجاناس بقيادة خفير أجري وأتليتيك بيلباو بيفوز 2-0 على غير ناطا وأخيرا دوربي واندا ميترو بولتانو دوربي الجولة الحالية أو قمة الجولة الحالية دوربي ما بين أتلك وريال لكن دي قمة الجولة الحالية من الدوري الاسباني ما بين أتلك ومدريد وبرشلونة وفوز برشلونة 1-0 المواجهات القادمة في الدوري الاسباني والبداية من يوم الجمعة 6 ديسمبر فيا ريال وأتلك ومدريد يوم السابت من الساعة 2 ريال مدريد أمام إسبانيول وبرشلونة أمام ريال مايوركا الساعة 10 وريال بيتيس أمام أتليتيك بيلباو يوم الحد الساعة 3 وأخيرا أساسونة أمام إشبيلية الساعة 10 هدفين الدوري الاسباني كريم بنزيمة في المقدمة بعشر أهداف ليونيل ميسي يليه بعد هدفه أمس أمام أتلك ومدريد 9 أهداف ولوكاس بيريز مارتينيز دي بورتيفو ألافز 8 أهداف وجيرارد مورينو لاعب ريال 8 أهداف ولورنزو مورن لاعب ريال بيتيس 8 أهداف وويليان خوسي دي سيلفا ريال سوسيداد 7 أهداف ترتيب دوري الأسباني بعد الجولة الأخيرة باشلونة في المقدمة 31 نقطة يتساوى مع ريال مدريد في عدد النقاط لكن عدد الأهداف أكثر بالنسبة لنادي باشلونة وريال مدريد 31 نقطة أشبيلية في المركز الثالث 30 نقطة ريال سوسيداد في المركز الرابع 26 نقطة وأخيرا أتلتك بالباو في المركز الخامس 26 نقطة دي نقطة